بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الطلبة سنتابع الآن شرح الخواص وصلنا إلى الخاصة السادسة الآن سنأخذ الخاصة السابعة من خواص التكامل المحدد إذا كانت لدي دالتان F وجد دالتان كملتان على الفترة AB وكانت F في الـ X أكبر من G X ماذا تعني F في الـ X أكبر من G X يعني أن الدالة G تقع في الأسفل والدالة F تقع في الأعلى فأيا كان إذن وهذه هي الـ A وهذه هي الـ B أي نقطة X واضح أنه G X هي المسافة من هنا إلى هنا هذه G X وF في الـ X هي المسافة من هنا إلى هنا وذلك من أجل أي X إذن معناته F في الـ X أكبر من G X تعني أن F في الأعلى والG في الأسفل وذلك من أجل جميع قيم X من A والB عنده إذن فإن التكامل يكون دالة متزايدة التكامل A إلى B إلى F في الـ X أكبر من التكامل G X إذن إذا عندك الـ F أكبر من الج فالتكامل يحافظ على جهة المتبائنة إذن أن هذه الخاصة تعني أن التكامل هي دالة متزايدة نظرية القيمة الوسطى وهي من أهم الخواص هي الخاصة الثامنة تقول على الشكل التالي إذا كانت الدالة متصلة على الفترة لماذا قال الدالة متصلة؟ حتى يعطي للطالب أفق التفكير فالطالب عنده مأديراية واسعة عن الدوال المتصلة حيث درسها في المية وواحد ريض ودرس صفوف مختلفة من الدوال المتصلة منها كثيرات الحدود الدوال المسلسية إلى آخره من الدوال إذن فوصف الدالة F في الـ X هي دالة متصلة طبعا ونحن نعلم حسب نظرية سابقة المتصلة هي كمولة إذن فإن F X دالة كمولة على الفترة إذن عنده إذن إذا كانت F X دالة متصلة عنده إذن فإنه يوجد عدد واحد على الأقل Z من الفترة المفتوحة بحيث تتحقق هذه العلاقة إذن الز يقع داخل الفترة المفتوحة ما هو الفرض في هذه النظرية؟ الفرض هو أن تكون F دالة متصلة أي أن تكون كمولة وأن يكون الز عنده إذن فهناك Z من الفترة بحيث يحقق أن التكامل A إلى B إلى F في الـ X في دي X يساوي إلى F Z في الـ B نائس هذا هو يمكن أن أعطي التعريف المرتبط بهذه النظرية لتكون F X دالة متصلة إذن الفرض هنا في هذا التعريف هو نفس الفرض في النظرية السابقة F دالة متصلة وهناك F دالة متصلة نعرف القيمة الوسيطية F A V F Average Value للدالة F X التي نلمز لها ب F A V وتعرف في العلاقة التالية هي واحد على B ناصل A بتكامل A إلى B لأ X B D X هذا هو التعريف عادة ما يأتي سؤال أكيد على هذه الخاصة اللي هي الخاصة التالية السؤال يطرح بالشكل التالي يقول حقق نظرية القيمة الوسطى هذا الطلب الأول والطلب الثاني عادة ما يكون وأوجد F A V F A V فما هي العلاقة التي تربط بين F A V والنظرية القيمة الوسطى يمكن إعطاؤها بالملاحظة التالية ملاحظة هامة يمكن شرحها بالشكل التالي لتكون F X متصلة على A B عند إذن تحقق الفرض تبع التعريف وتحقق الفرض تبع النظرية السابقة عند إذن حسب النظرية وحسب التعريف يكون أولا حسب النظرية حسب النظرية تقول أنه يوجد على الأقل Z من A B بحيث يكون التكامل من A إلى B لF X B D X يساوي إلى F Z في B نائس A من هنا إذا قسمنا الطرفين على هذا المقدار طبعا هذا المقدار ليس صفر فنحصل على 1 على B نائس A في التكامل من A إلى B لF X B D X يساوي إلى F Z إذن هذا حسب النظرية كون الفرض محقق فإن النظرية محققة فالنظرية تقول أن هناك Z يحقق هذا الشرط الآن حسب التعريف حسب التعريف نعلم أنه هذا المقدار 1 على B نائس A إذا كانت الف متصلة والف بالفرض متصلة فإنه 1 على B نائس A التكامل A إلى B ما هو إلا F A V إذن ما هو حسب التعريف الطرف الأيسر من هذه المساواة هو F A V ماذا يساوي يساوي إلى F Z إذن يمكن أن نستخدم هذه العلاقة في حل التمارين عندما يقول لي حقق نظرية القيمة الوسطى وأوجد F A V فأنا أذهب إلى إيجاد F A V أي حل قيمة هذا التكامل أولا ثم أحقق هذه المساواة لأفترض أنه كاملت وحصلت على أن F A V يساوي إلى 2 عند إذن أضع F Z يساوي إلى 2 وأحل هذه المعادلة وأقوم بإيجاد قيمة Z عند إذن أكون قد حقق إيجاد نظرية إيجاد Z المحقق لنظرية القيمة الأسطى وصلى الله أبارك على محمد والسلام عليكم ورحمة الله